السلام عليكم واذا بقول لي ايشكو اللي عقل على هاتل قاطو هذا البلدي القديم البنين اللي تعجبني انا هاكم قرمل معاشي كويس ديالاتي اش غنقول لكم الحيني انا اعطيكم هاتل الوصفة هذه بطريقة سهلة ما ديش تعجزي عليه غاتصاو به خفن زربن 120 جرام ديال الزبدات تخرجوها من تلاجات رطاب سكر فاني قبيصة على الملح لتصحيح الدلق 80-100 جرام ديال الزبدات هكذا ونظر هذا البلدي الذي يريد ان يعمل به نفس الطريقة غير هذا البلدي سيسهل عليكم المأمور كما ترون وخمسة دقائق كيف يوجد هذا البلدي يعني لا تطلب وقت كثير ضغياء هذه الزبدة ستلاحظوا بأنها ستطرخة مع ذلك السكر ستضغط ثلاثة معلقة كبيرة الزيت النباتية 30 جرام كل معلقة كبيرة تأخذ 10 جرام سنضغطها ونخلط هذا الزيت ستلاحظوا معنا هذا البلدي ستضغطه بشكل آخر ستضغط بشكل آخر كما تلاحظون خليطي أو حريكي هذه الخليطة ستضغط بشكل آخر سنضغط بشكل آخر بشكل آخر الطريقة سهلة ونعاود نعمل بشكل آخر ستضغط بشكل آخر ستضغط بشكل آخر حتى تضغط بشكل آخر دقيقة هذا الشيء كامل سهل علينا المأمورية هذه 30 جرام الناشا أو ثلاثة المعلقات الكبيرة الآن سأعطيكم العبارة المعلقات الكبيرة ثلاثة المعلقات الكبيرة تقريب 30 جرام سنضغطها ونضغط 300 جرام الأفاغين سنضغطها على ثلاثة مراحل هذه 100 جرام سنضغطها ونضغط هذا أو خليطي أو حريكي كما تلاحظون سنرى كريمة كما تلاحظون سنضغط 100 جرام ثانية كما سنرى العجينة باقر هذا القوام يأخذ 300 جرام هذه الوصفة مضبوطة 300 جرام سأأخذ مع هذا 120 جرام الزبدة من 80-300 جرام السكر لا يوجد أن نضغط هذا القطو بطريقة سهلة ثلاثة المعلقات الزيت لا يوجد لا يوجد السكر وهذا القطو سيأتي بنين الذي يريد أن نقص من الزبدة نقصها هذه الوصفة لكي يأتي فندن الزبدة التي تعطي هذا القطو يدوب في الفم وهنا كما ترى هذه العجينة التي تحصلوا عليه بعد أن ترد 300 جرام كاملة العجينة تكون رطبة وفي نفس الوقت تمشي معكم تكون شادة في رأسها تقدروا في البوق وتدكوروا بها هذه البوق قبل أن نقصوا هذه المرحلة نقصوا نقصوا البلاتو الذي سيدخل الفران وسيدهن أنا لدي زيت الدهن لكي لا تلصق معكم هذه اللاطا نقصها هنا لكي نقصوا هذا الشكل الثاني سنقصوا الطريقة مختلفة بالمعين نقصوا نقصوا البودان ونقصوا ونقصوا طريقة سهلة والطريقة آخرية سنقصوا بالفرشيطة الناس التي تريدون تغييرها في هذه اللطا ونقصوا بلدي نحاول نقصوا الفران هذه الطريقة الفرشيطة غيرها تخفيف حنين وفيه الفيتامين الفران لا تجهدوا عليه هذا اللطا في الوسط ولا تجهدوا عليه وتجهدوا على خاطره حتى يتحمر سيجهدوا عليه سيقصح دعوا النار مهيلة 150-160 بالنسبة لدرجات الفرن دعوا يتحمر على خاطره ونقصوا سيجهدوا ونقصوا ونقصوا هو الشكل الذي ستحصلوا عليه لأن يأتي محمر وبنين لا يريد يا سلام هنا هنا ونقصوا الزيت ونستعملها بالنسبة أو تقصوا تقصوا لكي تقصوا أو تقصوا اذا كنتم تريدون القرقاء الشوكولات كانت عدة أفكار أعطيتكم هنا هنا بعض هذه تقصوا تجربوها سأعجبكم كثيرا ونقصوا في هذا المرد ونقصوا شيئا صغير يريدون يا الله ونقصوا السلام عليكم اشتركوا في القناة